السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 13 تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة هو موجود بالعذراء ذكرنا يوم أمس أنه في عنا خلو مسار ورح يستمر لبعد منتصف الليل بعدين القمر بده ينتقل للميزان فعشان هيك الحلقة اليوم رح يكون القمر له توقعات يوم الجمعة القمر رح يكون موجود في الميزان ورح يظل القمر موجود في الميزان لغاية الساعة 11 و3 دقائق من ظهر يوم الأحد لا ينتقل القمر للعقرب يعني من يوم الجمعة لظهر يوم الأحد القمر موجود في الميزان القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية 22 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي الحديث ما ينتهي خلو المسار وينتقل القمر ويصير في الميزان بعدها القمر رح يظل موجود في منزلة الغفر طيلة اليوم اللي هي منزلة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ويعني طيلة اليوم من أول يوم يعني 22 دقيقة بعد منتصف الليل ويكمل طيلة النهار والمساء في منزلة الغفر بالنسبة للآن احنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بدأ ساعة 8.9 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم أمس الخميس ورح يستمر خلو المسار ذكرنا لغاية الساعة 12.22 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة لينتقل القمر ويستقر في برج الميزان فبما انه احنا في فترة خلو المسار فالفترة اللي ظلت اللي هي 22 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما انه رح يستقر في برج الميزان معناته تأثيرات على جميع الأبراج خلال هذا اليوم فندخل في فترة أفضل عاطفيا منقدر نقوي الروابط العاطفية لعلاقاتنا مع الأحبة أو لتحسين العلاقات الزوجية اللي نالها بعض التوتر في الفترة الماضية منصير نشيطين أكثر اجتماعيين منحب هيك التأمل والاسترخاء والشمت الهواء والأجواء الرومانسية يعني فعشان هيك هاي الأمور الإيجابية ولكن بتكون تنتبهوا لأنه بالفترة هاي الغيرة بتصير هي رقم واحد عند الجميع فعشان هيك خصوصا العلاقات اللي لسه جديدة على الساحة ولسه مبلشين مع بعض كأحبة فهدولا يعني الغيرة رح تلعب دور كبير بعهم وممكن هي تكون سبب بتوتر العلاقات خلال هاي الفترة اللي من الآن ومن دخول القمر للميزان ورح يظل لغاية ظهر يوم الأحد هاي الفترة بننجح فيها بعملنا الفنية بإمكاننا تنفيذ مشروع مشترك بإمكاننا أيضا إقامة حفلة أو ديكور للبيت أو تزيين أو مناسبة أو المكتب بنهتم فيه أكثر من عيد ترتيبه أو نحاول أنه نشتري أشياء جميلة مثلا بالفترة هاي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا معنا غير زاوية وحدة اليوم الزاوية هاي هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل طبعا تأثيراتها بدأت من يوم 16 مستمرة ليوم 20 عشرة اليوم ذروتها ساعة 12 و28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا بتسمح لنا التغلب على العقبات وتجاوزها في عمالنا أو أعمالنا ومشاريعنا برضو بتدل على نشاط في مردودية أكبر للصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة والقيم وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نحاول أنه نعمل عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء ولكن كفحصات أو تحليل أو أخذ بعض العلاجات فعن الكلة والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم طبعا زي ما حكينا أي شيء له علاقة بعضاء الجسم عمليات جراحية ما في أي مشكلة وأيضا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الميزان فخلوق المسار القادم رح يكون الساعة سبعة ودقيقة صباحا من صباح يوم الأحد وبعدها بده يستمر من الساعة سبعة ودقيقة لغاية الساعة 11 وثلاث دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 28 يوم في تمام الساعة 2 و 15 دقيقة فجرا بصير 29 يوم نسبة الإضاءة 1% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات العصر تقريبا بتصير سعيد 100% القمر في الميزان حتى يوم 15 عشرة منتحس بنسبة 15% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهرة في العذراء حتى يوم 8 11 سعيد بنسبة 5% المريخ في العقرب حتى يوم 24 11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4 11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27 1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2 5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود مقابلكم تماما فهذا اليوم وفي بيت الشراكي الشراكي المالي والعاطفية طبعا اليوم يعتبر مميز لتعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو التقارب ما بينكم وبين أحباكم ولكن شوي بدك تضبطوا عصابكم لأن طاقتكم ضعيفة فهذا الشيء ممكن هيك يعمل نوع من أنواع التعقيد في بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة فبدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وتحاذر القطيعة والدعاوى القانونية أهم إشي ضبط الأعصاب برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم القمر في بيت العمل والصحة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لعملكم ما تتأخروا انجزوا لعمل الضرورية والمهمة خلوا علاقتكم جيدة ما بينكم وبين زملائكم بالعمل ممكن هيك تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين الزملاء حاولوا انكم تمارسوا نشاط بدني عشان تحافظوا على لاياقتكم ابتتزامن الواجبات شوي شوي فممكن انك تنشغل كثير وتضطر انك تعمل وقت إضافي أكثر وحاولوا انكم تحاذروا من المشاكل الصحية بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدكم الاتصالات واللقاعات حاولوا انكم تلطفوا الأجواء وتحاولوا انكم ترجعوا العلاقات لطبيعتها بالتقارب بالمغازلة بالملاطفة برضو اليوم مناسب لممارسة هواية ما أو الترفيه أو تغيير الجو أو التقارب مع الأبناء أو مع الأحبة بتنالوا ما بترغبوا اليوم بتنتصروا على كل الاعتبارات ممكن تحلوا مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة الأجواء واعدة فعشان هيك لازم تستغلوها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع فعشان هيك بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهمش انكم تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لونهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنك توجهوا الأمر بمنطق حاولوا إيجاد تسويات يعني تحمي حقوقك ما تحاول أنك تفرض رأيك زيادة عن اللزوم بأمور مستحيلة فترة مناسبة للتنقلات والحوارات والنقاشات ولكن التركيز كله اليوم على المسائل العائلية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جهر طبعا بتكثر النشاطات على حسب حق الاقتصاصكم بتكون لك عدة لقاءات اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك اليوم نشط جدا اتصالات وحوارات ونقاشات وعاطفة أيضا موجودة وعلاقات اجتماعية ومنكم ممكن يهتم للإلكترونيات أو للسيارات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي ولكن دائما منحكي القمر لما بيكون في البيت الثاني أغلب الفرص بتكون دائما من عمل إضافي أو ممكن أنك تحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغوا بمصارفكم حاولوا أنك تكونوا معتدلين موضوعيين في النقاش والمساومة وممكن تهتموا لبعض الأمور المالية أو الاستشفائية هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا يعني بعد 22 دقيقة من منتصف الليل بتوقيت جرانيتش القمر خلص باستقر لعندكم فعشان هيك اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية وبتعدلكم برضو ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم بتكون بالتصاعد عالي جدا بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم حاول أنك تخلد للراحة حاول فقط إنجاز الأعمال بشكل روتيني بدون ما ترهق حالك لا توقع على عقد لا تبدأ عمل جديد خلي الأعمال الروتينية هي اللي تمشي يعني على طبيعة حياتك بدون اتخاذ قرارات حاسمة أو فيصلية في حياتك لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بقدروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق اليوم بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم ولا تستسلموا بأمر يعني تعقد معكم ما مشى من أول مرة بتقدر تكرر المحاولة مرة تانية ابتمشي الأمور بإذن الله تعالى ولكن ركزوا على الأمور الاجتماعية وعلى علاقاتكم إذا لكم مصلحة أو واسطة أو شيء بتكوا تمشوه اليوم في مجال هذا الموضوع برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا اليوم يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبرضو اليوم أي شيء مميز بتعمله بنتبه لك مباشرة المسؤولون عنك وبيقدر جهودك تتسلط عليك الأضواء ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع لأنه الفترة هاي شوي بيكون فيها بعض القلق بعض التوتر لأنه بيت الصمعة فحاول إنك تحافظ على سمعتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تنشط في مجال السفر والاتصالات البعيدة اليوم في حضوض وفي دعم قوي جدا لأولكم وهذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أو اتصالات أو سفريات أو تقديم أوراق إلها علاقة بالسفر أو معاملات أهم شيء بعضكم ممكن يبدأ عمل جديد أو دراسة جديدة والبعض ممكن نناقش أي موضوع بقوة وذكاء ويجرع على رفض أي شيء ما بيناسبه أهم شيء أنه ما تخشو شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر أي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو سفر برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم الأموال المشتركة هي أي مال معك شريك فيه البنك والضريبة التأمين كلها هاي أموال مشتركة فبتصبح الأجواء اليوم أكثر إيجابية وتجاوب معك ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة دون أعذار اليوم ممكن بإمكانك تحل مسألة مالية أو تطالب بحقوق ليلك ميراث أو ديون قديمة ممكن تطالب فيها أو تحل مسألة مالية هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء